السلام عليكم وياهلا ومرحبا فيكم الحادثة هذه بجميع تفاصيلها جدا بشعة ما راح تصدقون أبدا إنه هالبشاعة من فعل إنسان مو شيطان والمشكلة إن الأسباب هي اللي راح تصدمكم ما راح أحرق لكم الأحداث خلونا ندخل بتفاصيل القصة في مملكة المغرب وتحديدا صارت الواقعة عام 2019 لكن برجع معاكم قبل سنة تقريبا لورا في رجل اسمه خالد كان متزوج من وحده اسمها مريم وكانت حياتهم فعلا من أجمل ما يكون والناس والأهل والجيران كلهم يتكلمون عن هذه العلاقة الممتازة وشلون هذا الكابلز الثنائي جدا سعيدين لأن خالد أصلا رجل خلوق ومحترم وما عنده يعني الصوت العالي ولا عنده الصراخ أو الهواش أو حتى المشاكل عمره مات مشكل مع أحد لكن خالد عنده مشكلة واحدة فقط اللي شغل تفكيره اللي هي الحالة المادية ثاقلت عليها الأمور والمصاريف وصار وضع جدا جدا صعب وصار يحاول ويشوف لأي شغلة عشان يشتغل فيها ويجمع قوت يومه ويقدر أيضا يصرف على زوجته ولا يحتاج أحد يعطيه فعلا هذا اللي صار وقدر يكون نفسه خالد وهنا أكيد كبر في عيون زوجة مريم وعرفت وتأكدت إن زوجها رجل وعلى قدر المسؤولية وصارت حتى هي تساعدة بكل شيء وتعينة وكأنها يعني تشجعه وصاير داعم له وبما أن حياتهم كانت سعيدة من قبل لكن هذا الشي اللي يعني مسبب إشكالية أو عثرة في طريقهم نزاح وشاف لشغل خالد وتحسنت أموره وزانت أكيد أصبحت حياتهم من أفضل وأحسن ما يكون مشت السنين وإلى الله سبحانه وتعالى رزقهم بمولود وسماه محمد طبعا أكيد الفرحة ما تنوصف بالنسبة الخالد والمريم طبعا أكيد كانوا يحبون ولدهم حب كبير وما يقصرون معاه في أي شيء أبدا وبما أن الحياة بدت تبتسم حق هذه العيلة صاروا فعلا يعني يدللون ولدهم ويجيبوا له كل اللي يبي كبر ولدهم محمد وكبرت فرحتهم معاه لكن الأيام هذه الحلوة سبحان الله ما تدوم وإحنا نعرف أن الدنيا دوارة تشوف ناس في القمم والعلالي وفجأة يطيحون ويصنون يعني في الحضيب الله يغير الأحوال خالد انتكس وضع المادي وصار مقادر على الالتزامات هذه من قبل ولده والمسؤولية وعائلته أيضا ومن هنا صار في يعني بذرة مشاكل وسوء تفاهم بينه وبين زوجتها مريم زوجتها مريم كانت تحتاج حق مصاريف وولدهم محمد كبر مثل ما قلنا ولازم تكبر المسؤولية تجاهها كل ما الولد يعني زاد عمره سنة احتاج أمور أكثر البيت أيضا يحتاج فلوس ومصاريف وكل هالأمور يعني صارت تتثاقل أكثر وأكثر وصار عبء كبير على عاتق زوج خالد للأسف هالحيا السعيدة والرونق والابتسامة والكبلز اللي يتكلمون عنه الناس ويمدحونهم إنه ما في مشاكل انتهى بالطلاق ليش؟ لأنه شاف خالد إنه ما هو قادر يتحمل هذه المسؤولية أبدا اتجاه زوجته واتجاه ولده فعلا قام خالد طلق زوجته عام 2015 واختار هالطريق عشان ما يتحمل مسؤولية أحد ويكتفي إنه يصرف فقط نفقة حق ولده محمد واتطلقوا وهم على أعلى مراحل للتفاهم ما كان بينهم أي مشاكل أبدا كبر ولدهم محمد وصار عمره ثمان سنوات وصار يروح للمدرسة اللي قريبة من بيتهم كان هذا الولد محمد خلوق ومتميز وجدا متفوق ويعني مربي أحسن تربية اللي يشوفها يشوفها جدا لطيف لكن دائما الناس يلاحظون فيه كسرة في عينه حزن وكأنه يبي يعيش حياة طبيعية مثل حياة الأولاد إنه أبوه موجود قدامه وياخذ الحنان منه أو يعيش مع أمه حالة من حال باقي الأسر والعوائل لكن للأسف هذا يعني ما استمر بشكل أطول بالنسبة للولد محمد ولا شوف هذه العلاقة الطبيعية بين كل العوائل اللي موجودة طبعا محمد كان عايش مع أمه مريم أمه أبوه فقط مستمر إنه يصرف عليهم وإلى الآن كل شيء ماشي يعني بالطبيعي لكن بعد فترة خالد تزوج من أمرأة ثانية هذه المرأة اسمها سكينة واستأجر شقة بنفس الحي اللي فيه طليقته مريم وكذلك اللي فيه ولده محمد وأيضا الحياة ماشية عال العال وهو عايش ومبسوط وطليقته أيضا عايش ومبسوطة في حياتها ومن الجهة الثانية كان خالد يحب ولده حب كبير ولد محمد كان يوميا لما يرجع من المدرسة يروح بيت أبوه ويسلم عليه ويسلم على زوجة أبوه سكينة وبعدها يرجع البيت عند أمه مريم وهذه كانت يعني عادات محمد ويعني تصرفاته بالرغم من موضوع الطلاق إلا أنه كان فيه تفاهم الحمد لله قوي ولطيف بيناتهم في يوم من الأيام طلع محمد من المدرسة حقته لكن ما راح هالمرة عند أبوه مثل العادة ولا رجع عند أمه الطفل محمد فص من الحذاب اختفى وما له أي أثر وهنا تبدأ الأحداث اللي راح تصدمكم على التوالي شوي بدت الأم مريم تفقد ولدها محمد وقامت نزلت للشارع تبحث وتسأل عنه في كل مكان ما حتشافة نهائيا راحت البيت طليقها خالد اللي هو أبو محمد والسئلة قال ما شافة اليوم نهائيا ولا جالة واستغرب أصلا إنه يعني مو من عوايدة إنه ما يزوره إذا طلع من المدرسة نزلوا الأثنين اللي هو خالد ومريم منهارين يدورون على ولدهم في كل مكان راحوا للمدرسة وقالوا إن الطفل هذا طلع ومتأكدين إنه يعني طالع مع الأطفال البقية فراحوا للمحلات قالوا أبدا ما شفنا ومن ثم راحوا حق أصدقاء قالوا إيه كان معانا وإحنا طالعين من المدرسة الأبو هذا خالد كان منهار من جهة وطليق تامريم منهارة من جهة ثانية وصياح ونهيار وبكاء ما ينلاوون قاموا هنا الجيران وفزعوا لهم وصاروا يساعدونهم بالبحث لكن محمد ما لأي أثر نهائيا ولا أحد شافه في ذاقي اليوم غير اللي قلت لكم عنه المدرسة ويقوم الأب خالد ويروح لكم الشرطة يبلغ عن اختفاء ولده جات السلطات المغربية على طول وحققت مع خالد ولا شافوا في اعترافاته أو ادلاءاته أي شيء مثير للاشتباه وأيضا مع طريق تامريم حققوا أيضا مع سكينة زوجة الأب وما شافوا حاجة هي بمعقولة وين اختفى وين راح هذا الولد وبدأوا التحريات والبحث عن هذا الولد محمد في كل مكان أصبح ويعني الشارع كله ضاج ضجة وحدة والشرطة على أهب الاستعداد واستنفار قوي وشديد يدورون حق هذا الطفل ومرت الأيام ومريم حزينة وتصيح وتبكي على ولدها منهارة تماما ودائما الناس يجونها ويدخلون البيت يواسونها يحاولون يصبرونها ويحاولون أنهم يساعدونها ويفزعون لها الرجال يبحثون والحريم جالسين معاها ويطيبون خاطرها إن شاء الله يرجع لا تخافين لكن الأيام تمر ومحمد كل ما يعني يستمر وقت أطول كل ما تفقد الأمل أم مريم وبعد أيام من البحث المتواصل من غير تعب ولا ملل وبعد ما ألقوا القبض على المشتبهين اللي شاكين فيهم ما أدلوا ولا لهم أي علاقة باختفاء محمد يعني محمد ما لأي أثر فهنا قام هذا خالد طلع عبر فيديو نشره في الوسائل التواصل الاجتماعي يناشد المجتمع المغربي يدور ويبحث أو يشوف أي خبر عن ولده يساعده لأنك اليوم يعتصر ألم قلت لي العيرة مرجعش من الدار ما يخرج من درسة مرجعش من الدار ومشيت هوت من درسة نسوه قالوا لي العيرة أخرج عادي دراسة عادي أخرج بحلو بحل العيض عاوتنا عايتني ما قلت لي صر أقلب الحوما شوف عايت في الدار ودك شيء عايت مكينة أشهد ومقى ما عنده صحابه ما عنده أشهد ومقى نا كان نا كان قلبوه يوك تقلب أنا كان قلب لأنه يعاون الجد دياله يعاون بعد كم يوم وتحديدا في صاحة النفايات أحد من عمال النظافة مثل العادة يقومون ويفتحون أكياس الزبالة تكرمون ويفتشون فيها ممكن لعلو عسى يحصلون شيء من الأوراق أو أي شيء معاد تدويره عشان يستفيدون منه من قبل يعني المصانع اللي موجودة هناك وممكن أنهم يترزقون من هذه الشغلة لكن لفت نظر هذا العامل أنه فيه كيس زبالة ويوم قرب ومسك هذا الكيس إلا الكيس كان بارد جدا ويوم فتحه إلا يشوف رجل بشرية فقط هذه الرجل مقطوعة بدون جسد وبدون راس وعلى طول قام أبلغ الشرطة لا تنصدموا جايةكم حضرة الأدلة الجنائية والطب الشرعي وأحالوا الرجل هذي للفحص الطبي وعملوا فحوصات الدي اي أو البصمة الوراثية مع الأبو خالد كانت النتيجة جال المباحث وكانوا حاطين زوجة الأب تحت المجهر من أول ما بدوا يحققون وياهم جابوا إذن من النيابة العامة أنهم يفتشون بيت خالد شوفوا الشرطة دائما عندهم شكوك من ناحية خبرتهم بمعنى كيس الزبالة الكيس الزبالة هذا من وين طال غير من داخل البيت يعني لو هذا الولد انقتل في الشارع ما راح والله بيقوم بيضرب مشوار بيروح يجيب كيس الزبالة وبيحطه لا فممكن هذا من داخل البيت فبالتالي لازم يدورون يبحثون عن اللي هو بيت أول شي خالد طبعا بتقولون هو عايش عندهم ما ليش ما يفتشون بيتها أكيد فتشوا بيت مريم ما شافوا حاجة راحوا بيت اللي هو خالد طقوا الباب وطلعت لهم البنت سكينة قالوا لها ممكن ندخل نفتش البيت عندنا أذن تصريح بالتفتيش قالت لهم لا ما لا داعي يش تفتشونها لا ما تدخلون البيت إلا ياخذونها يحطونها على جنب يعني الحراس ومن بعدها يدخلون المسؤولين ويفتشون البيت وقانت هنا الصدمة الصدمة الأولى يوم دخلوا البيت ما كان فيه أي شيء مثير للانتباه نهائيا وما فيه ريحة يعني تعفن ولا جثة ولا ريحة دم ولا آثار حق عنف لكن واحد من رجال المباحث يعني كان جدا جدا نبيه شاف فريز وراح له اقترب منه ويوم فتحه إلا هذا الفريز فيه بقايا جسد الطفل محمد تخيلوا جسمه وراسه ملفوفين بأكياس بلاستيك ومجمدين لا حوله ولا قوته إلا بله وعلى طول ألقوا القبض على سكينة كونها مشتبه فيه في هذه القضية جال أبو خالد وصار في حالة انهيار وهستيري وصار يبكي ويصيح ويقول والله إني ما أدري ولا أعرف شنو اللي صاير بين زوجتي وبين هذا الولد كانت تتعاملة معاملة جدا زينة وتعطي حلويات إذا جل بيت وكانت يعني لطيفة وياه فهنا قاموا الناس يهدونا ويذكرون بالرحمن صل على النبي لا تستعجل ممكن يعني في الأمر إنه قال شنو الأمر إنه والجسد شافوه ولدي مقطع في بيتي الخبر هنا نزل مثل الصاعقة على الأم مريم وهنا خالد طالب القضاء المغربي بأقصى العقوبات على زوجته سكينة سكينة انحجزت على دمة التحقيق لكن الطب الشرعي قال إنه سبب الوفاء الرئيسي حق هذا الولد هو الخنق عن طريق الماء يعني أكيد كتمت نفسه المسكين وغرقتها داخل الماء لكن يوم جو وجمعة والأشلاء الجتة كان فيه بعض الأعضاء للأسف مفقودة يعني جسد محمد مقامل فهنا بالتحقيقات مع سكينة أول شيء قالت لهم لا تستغربون إذا قلت لكم إن هذا الرجل المسكين والمنهار واللي صيح ويبكي وحزين وتتعاطفون وياه وتشربونه ماء وتقولوا لسال على النبي هذا خالد وهو أصلا اللي محرضني على قتل ولده وترى هو مشارك بالتخلص منه ومشاركني بالتقطيع وبإخفاء الجتة حقته نعم سكينة خرت كل اللي في جعبتها مثل ما يقولون معقولة الأب يشارك في هذا الجرم اللي حتى إبليس ما يسويه على طول راحوا رجال المباحث وتلوه إلى مركز الشرطة ويواجهونه باعترافات زوجته اللي هي سكينة إلا ينهار ويخر كل اللي عنده يعترف بكل شي اعترافاته ودوافعه لهذه الحادثة هي بنفسها صادمة وليس القتل الدوافع هي الفضيعة قال خالد منطلقت زوجتي مريم المحكمة أجبرتني على النفقة وكنت أدفعها وأنا مجبر لكن وضعي صار جدا جدا صعب وبعدها اتزوجت سكينة وتراكمت علي الديون وما صرت أقدر أدفع ولا نفقة حق ولدي اللي هو حبيبي وقرت عيني وفي يوم من الأيام كنت جالس مع زوجتي سكينة واشتكي لها عن الحال وتقترح إيه علي أني أتخلص من ولدي محمد وبكذا ما رح أدفع أي نفقة بشكل نهائي بالبداية استغربت لكن قلت لها شون تقولين مستحيل أسوي كذا في ولدي لكن بعد تفكير عميق فكرت وقلت لا كلامها سليم ولا بظل طوال حياتي أنفق على هذا الولد وبياخذ يسحب من دمي بعدها قلت والله كلامها هذه للزوجة أول مرة تصدق بحاجة فقلت لها موافق بس شلون وكيف لكن بعدها قال لها اسمعي أنا موافق صحيح لكن أنا ما أقدر أتخلص منها ما عندي يعني قال أنت اقتلي وتخلصي منها قالت مو مشكلة لكن استدرج لي بكرة أجيبها عندي وبكرة راح يكون عيد ميلادة فعلا ونحتفل بالتخلص منها مرة وحدة يعني هذه الداهية مرة الأب سكينة تقول لها خلنا تنتهز فرصة عيد ميلاد الولد اللي هي يوم فرحة على أساس يجيبونا للبيت ويستدرجونا بالهدية ويقومون يتخلصون منها شفتوا قد إيش الخباثة وبالفعل ثاني يوم وكالعادة الطفل راح لابو يسلم عليه ولا يستدرجه ويدخله لداخل البيت دخل الولد محمد على نياته إلا يقابل هناك زوجة أبو سكينة وترحب فيه أهلين يا حبيبي كيفك شم سوي اليوم عيد ميلادك صحيح تعال تعال عشان أسبحك وتكون مرتب وجهز لك حفلة ميلادك الولد مسكين والطفل مثل ما احنا عارفين براءة يعني ما عنده ذاك الخبط نظيف في القلب فقام المسكين استأمن لها وبالفعل دخل معاها للحمام وما كان يدري إن نهايته راح يكون عند هذه المرأة المجرمة قامت ومسكت محمد وغرقتها في طشت الماية وخلال هذا الوقت الأبو جالس في الصالة ينتظر هالمجرمة زوجته تكمل عملية القتل عشان يروح يكمل الواجب سمع صوت ولده وهي صارخ ويصارع الموت وعلى الصياحة وعلى ألمه تخيلوا بكل برود هذا أبوه قاعد ينتظر عشان يكمل قامت هذه زوجته ونادت زوجها خالد يساعدها وفعلا جاء ومسك ولده والأثنين قاموا يغرقوا عشان يابون يكتموا النفسه أكثر لكن الطفل يام شوف أبوه فرح وقام يمسك بيده حسب باله أن أبوه راح يساعده ويعني طلعه من البانيو أو يعني يصارخ على زوجته إلا المفاجأة الصادمة قبل ما يموت الولد شاف أن أبوه ساعد زوجته إنها تغرق داخل البانيو لما للأسف هذا الولد فاضت روحه البريئة وتوفى وهنا بعد ما تخلصوا منه إلا تقوم سكينة وتقول لي الله هذا أنا قتلته الآن يجي دورك قطع الجسد ويقوم هذا قاسي القلب ويفرد جثة ولده المسكين على أرض الحمام ويقوم لكم يقطع أول شيء راس ومن بعدها أطراف اليد ومن ثم أطراف الرجول وبكل برود وبكل جمود وقامت هنا زوجته سكينة ولفت كل قطعة بكيس بلاستيك وحطتها في الفريز بعدها قام خالد يمثل إنه منهار ومتألم على فقدان فلذة كبدة وإنه الناس يعني جاوا يفزعون ويشوفون بهذا المنظر المهول وحزين لكن في وحدة من الجارات راحت حق مريم وقالت لها ترى شفت ولدك وهو داخل بيت أبوه هنا مريم راحت الخالد وقالت لا في شهود يقولون أنك أنت آخر مرة كنت مع ولدك قال شلون هذا الكلام ترى هذا ولدي يعني فلذة كبدي لو أعرف أكيد راح أقول لك مستحيل وين يعني بيروح أنا مفجوع أكثر منك هذا الكلام تقريبا بعد أسبوع من الجريمة والجسد أصلا كان في الفريز والدنيا مخبوصة عليه خاف هنا خالد وراح بلغ زوجته سكينة وقال كذا راح ننفضح لأن الجارة شافت ولدي وهو داخل عندي قالت لا أجل اسمع لازم نتخلص من الجسد اليوم قبل بكرة وقامت وعطت أطراف يد الجتة ولفتها في أكياس مثل ما قلنا أكياس اللي هي زبالة تكرمون وقالت لي يلا روح ارميها يروح ويرمي ويرجع وياخذ أشلاء ثانية ويرميها في مقان ثاني طلع جتة جاءت من موجة ومراي اشي صحافة أنا يا وطلعت معهم شفت الجتة تلبولي يسودك الشي تعرفت على الجتة لولدي من رجله الحمد لله مقطع طروفة الرجلين بوحدهم واليدين بوحدهم يدينوا الرأس ما عنده شي مهم الحمد لله تعرفت عليها ثم كتعرفت على الجتة هو بيدو قالت خالت تعرف على الجتة قالوا ماذا ما شي ولدي يجيبوا لي ولدي وبالفعل راما اللي يقدر عليه وراحت بعدين يعني الجسد الى مكب النفايات وهنا طبعا وين يروحون الأوصاخ والزبالة تكرمون يروحون في الحرق يحرقون جميع النفايات من ضمنها تروح لكم أطراف اليد وبعد كم يوم وتعطيه أطراف الرجول ويرميها مرة ثانية لكن أراد الله سبحانه وتعالى أنه يفضح أمره لأن وقتها العامل هذا اكتشف الأطراف قبل ما يحرقونها وسبحان الله ما في جريمة قاملة أبدا هنا الشارع المغربي يعني في ضجة واستنفار وغضبان يطالبون بأقصى العقوبات ضد خالد وسكينة وطبعا تم الحكم على سكينة وعلى محمد بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بالإعدام لكن احنا مثل ما احنا عارفين كالعادة المغرب وبعض الدول العربية خلاص نفت نهائيا تنفيذ حكم الإعدام فبالتالي جالسين في السجن مستنسين مرتاحين لكن المحزن أكثر في هذه القضية لما سواوا لقاء مع المعلمة حقية محمد منهارة جدا وتبكي وتقول إن هذا ألطف وأفضل وأحن طفل موجود في الفصل ليش ينعمل فيه كذا يعني بحد ذاتها هي منهارة ومتأثرة فإشلون يجيكم أبو بهذا القلب لا مخ ولا منطق يدخل سبحان الله في ناس قلبهم أبدا ما يدخل فيها الرحمة أما يدمي القلب كلام الجدة جدة الولد محمد علي سمعوها شو تقول الحمد لله بقيم بقيم أقول شو الخمس إذا كيش رب حلي بتعروس خاطر صفح هاتش لي يقوم الله مالك الحمد وغد أطفع وليني النسبة لولدي كنتشوف مالك ينعج هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوا لايك واشتراك وتحليق على الفيديو